منذ أن اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية مصار العائلة المقدسة في مصر وذلك ضمن رحلات الحج المسيحي ومنذ هذا الاعتماد اهتمت الدولة المصرية أيضا بهذه الرحلة واهتمت أيضا بأن يكون التطوير من خلال عدد من المحافظات والأماكن التي مرت عليها رحلة العائلة المقدسة فنحن نتكلم عن مشروع تطوير مصار العائلة المقدسة 25 نقطة منها 8 محافظات لشمال سيناء الشرقية الغربية كفر الشيخ القاهرة البحيرة المينيا أسيوت والحقيقة يعني هذه الرحلة وهذه النقاط مهمة جدا وهي أيضا نقاط مهمة للحج المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد والكريسمس وأيضا هذه الرحلات الدينية الجميلة تعالوا نغوص في هذه الرحلة ونتعرف على المزيد منها مع دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية نساء الخير يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة والإخوة المسيحيين والأقباط بألف خير وسلام الحقيقة هذه الرحلة هذه الرحلة حيث الدين والتاريخ والأمن والأمان أن يأتوا إلى مصر بلد السلام كلمنا عن أهميتها وكلمنا عن مشروع التطوير لما اعتمدت رحلة العائلة المقدسة من بابا الفاتيكان في الكنيسة أو الكنيسة الكاثوليكية لما جي مصر حس هو نفسه كمان وشعر بالاستقبال والأمن والأمان وأن مصر طبعا كلهم عارفين أن هي أرض السلام من زمان ومذكورة في كل الكتب الدينية والكتب السماوية ففي نهاية 2017 بداية 2018 أعلن رحلة الحج للكاثوليك في العالم ودولت حوالي ما يقرب من 2 مليار ومستهدف بينهم في حالة السياحة حوالي مليار ومتين طبعا إحنا بنتكلم في حالة الترويج السياحي للرحلة المقدسة والحج واعتمدت اعتماد كامل في خمس مناطق موجودة حاليا وجدت جروبات سياحية زارة المناطق دي من إيطاليا ومن أمريكا إلى آخره وفعلا مشوا في المصار العائلة المقدسة الرحلات دي رحلات روحية دينية بيبقى فيها أحداث تاريخية وأحداث دينية بتشعر دايما السائح الأجنابي بالأمن والأمان ولكن هما كبار السن فالترتيبات اللي اتخذت الفترة المادية من قبل التنشيط السياحي والترويج السياحي وعمل كاتالوجات بلغات مختلفة كبيرة يعني مثلا الإنجليزية والألمانية والإيطاليا والروسية إلى آخره تمت من أجل التنشيط والترويج حصلت شوية معوقات مع كوفيد نينتين المشروع الحقيقة لم يكتمل في وقته فده أدى إلى تأجيل بعض النقاط ولكن هو دلوقتي ممكن فعلا الحج بمناسبة الأياد أن هما يحجوا في الخمس أماكن في عندنا مصر القديمة في العادي في ودي النطرون في المطارية يعني الأماكن دي فإذا عندنا خمس نقاط جاهزة فخلينيك طيب أفكر بفكر الحج المسيحي فهو يأتي مثلا من بيت لحم هل بيأتي البداية من بيت لحم من فلسطين يمر بالأردن وينتهي بمصر ولا هي لها ترتيبات أخرى هو في حج كان بيبقى اسمه هوليلاند طبعا الحج ده بتجي جروبات سياحية يأما يبتدي من الأردن القدس وبعد ما يخلص في بيت لحم بيجي من منفذ طابة دول سياح موجودين وبس ده بيعمل التلات دول وبيجي مصر في طبعا عندنا بيزور جبل سيدنا موسى جبل التجل الأعظم سانت كاترين الجبل الوحيد في العالم سانت كاترين طبعا اللي تجلى فيه ربنا ويكلم سيدنا موسى على الجبل وده حاجة بتمتاز بيها مصر أرض السلام أرض الأمن أرض الأمان وطبعا سيدنا موسى وسيدنا يوسف يعني قصص كتيرة بتدل على عظمة مصر وتاريخها ودياناتها والثلاث يانات هتبقى في سيناء برضو على جبل التجل الأعظم فالمهم بعد ما بيجوا من منفذ طابة بيزوروا بقى في منهم اللي بيزور دير سانت كاترين وطبعا بيبقى فيه النحا الدينية والروحية والثقافية فيه اللي بيصعد الجبل ممكن اللي بيصعد على رجليه جبل سيدنا موسى وبعد كده فيه منه اللي بيطلع بالجمل وبيبقى فيه جايد بدوي هو اللي فاهم المنطقة والطرق إلى آخره وبيطلعوا بيشوفوا شروق الشمس نعم تبقى رحلة ليلية أصلا يعني هما بيصعدوا في الليل لحد شروق الشمس وبعد كده بيجوا يتجهوا إلى القاهرة بيقوموا بزيارة بقى الأماكن بقى مصر القديمة الكنائس طبعا طيب أنا عايزة أرجع إلى هذه الرحلة اللي بنعتبرها للعائلة المقدسة وهي رحلة مقدسة يعني هذه الرحلة في التاريخ لما نقرأ كتب التاريخ بنلاقي أنه البلاد اللي مروا بيها كان فيها كثير من الأثار أثار فرعونية وأثار قبطية يعني وفيه أماكن للعبادة القبطية موجودة هل ده كان الدليل اللي بين لنا المصار يعني أكد على المصار طول الوقت الأماكن اللي زاروها هي كانت الأول يعني فرعونية أو مصرية قديمة وبعد كده الفترة بتاعة اليونانيين ثم الرومان وبعد كده بعد انتشار المسيحية طبعا بقت فيه الأماكن المسيحية اللي أطلق عليها القبطية وقبطي يعني مصري فهم مشوا في المناطق دي للاحتماء بيها وتنقلوا من منطقة إلى منطقة سواء بقى المنطقة في الشرقية أو في الغربية أو في أسيوت أو في المينيا إلى آخر وعادوا من نفس المصار تاني ورجعوا نفس المصار كنت أقرأ كمان أنه سيدة مريم العزراء يعني في أحد القرى كانت الحقيقة بتساعد الناس وتساعد في الخبيز ويعني كانت بتساعد السيدات يعني هل الكلام ده مثبت ولا هل ده كلام حقيقي في تاريخ هو ده كلام مثبت تاريقيا على حسب ما وصل من المصادر لكن ما فيش تصوير كامل للرحلة أثناء يعني احنا مثلا في التاريخ المصري القديم بنلاقي فيه صور على المعابد والحاجات دي ولكن الرحلة دي كانت تعتبر زي رحلة سرية أيوة لأنهما كمان أخذوا طريق غير معروف علشان يبقى آمن بالنسبة لهم فالأماكن اللي ممكن تزور زي ما قلت لحضرتك دلوقتي حتى الآن وفيها تأمين وفيها كل شيء لأن ده مهم جدا وبرضو في أديارة موجودة كذلك في وادي النطرون لأنهما نزلوا وادي النطرون زائد مصر القديمة في الكنيسة المعلقة طبعا بس هي دي مش دي اللي كانت فيها العائلة كنيسة أبي سر اللي استخبت فيها العائلة المقدسة وكانت من ضمن الرحلات وقعدوا فيها تقريبيا حسب المصادر التاريخية تلت شهور تلت شهور وكام يوم يعني وبعدين ابتدوا بقى يتخذوا رحلتهم مرة أخرى إلى العودة من نفس المصار اللي جون منه عن طريق رفح أو غزة أو عن طريق الزعنين والفرمة إلى بيت المقص طيب هل ممكن أقول أنه المصار اللي بدأ من زي ما حضرتك ذكرت من رفح لحد ما وصل إلى السيوت تقريبا فإحنا بنتكلم على رحلة طويلة جدا طبعا يعني رحلة داخل محافظات مصر وداخل الخريطة المصرية هل هي كانت بحثة أكثر عن الأمان ولا هي للتنقل وقتها يعني أو الاختباء للأمان أو حتى ما يكونش المكان سيبت اللي هم موجودين فيه وطبعا السيد يوسف التنجار كان له زي النبوءات أو له خطة معينة للحفاظ على أمن الطفل اللي هو سيدنا عيسى والسيدة البتول سيدة مريم طوال فترة فكانت رحلة هي أمان أكتر وده بيدل على أن مصر كانت بلد الأمان في الوقت ده لأن هيردوس أو الإمبراطور الروماني كان عايز بيقتل الأطفال ساعتها كلهم من أول مولدهم لغاية سن السنتين كان قايف على العرش هو كان عنده مفهوم خاطئ أن اللي هيجي يزيله من العرش هو لأ هو كان سيدنا عيسى جاي بالمحبة والسلام ورسالة طبعا للدين الجديد بالمحبة والسلام وليس عزله من العرش فدي كانت النقطة فكانت رحلة دينية الأمن والأمان هنا في كل محافظة نزلوا فيها كانوا بيحسوا بالأمان وكانوا بيعودوا بيها فترة الأمان والاستقرار طيب السؤال الأخير إحنا بقى كمصريين هل نحن مقدرين لهذه النقاط هل الأهالي الآن في الأماكن الدينية الموجودة وأهلنا من الإخوة المسيحيين نحن نعرف هذا التقدير والناس بتنتظرهم وتستقبلهم وبيبقى تقصديني رائع كده طبعا العوام بيقدروا ده وعايزة أقول لحضرتك حاجة يمكن حتى في العصر الحديث كل الجنسيات اللي جات مصر وزارة مصر بترجع بتنقل صورة إيجابية وبيحسوا أن هم زيهم زي أي مواطن نتيجة للتعامل والأمن وكل شيء حتى في عز الأزمات بصرف النظر كمان عن الدين يعني حتى لو لقيت الجنسيات كلها الدول اللي حصلت فيها حروب وجم مصر مصر بلد الأمن مصر بلد السلام بيجوا بيتعاملوا كويس جدا فطبعا كانوا العائلة أو رحلة العائلة المقدسة كانوا بيلاقوا ترحاب كبير جدا في كل نقطة بينزلوا فيها وفي كل منطقة بينزلوا فيها وحتى في الوقت الحالي الشعب المصري شعب مدياف شعب بيحب وشعب وسطي فهو ده اللي بيخلي بينقل الصورة الإيجابية يعني احنا الفترات الماضية لما تنقلت الصورة الإيجابية حتى العالم كله في الكوب 27 ما هو شاف الأمن والأمان الرئيس الأمنيكي جيه الرؤساء طبعا ده كله أمن وأمان المعايير والمقاييس اللي موجودة الخدمة اللي قدمت على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع السياحي وعلى مستوى الاستراتيجيات كلها اللي وضعتها الدولة لنجاح حاجات زي كده ما دي كلها بتعبر عن ثقل مصر السياسي ثقلها الأمني ثقلها السلام اللي بيلقوه الناس وحب الشعوب الأخرى أكيد الحقيقة نتمنى أنه كل الناس اللي يحبوا يزوروا بالذات الأخوة المسيحيين ويكملوا هذا التقص الديني والحج المسيحي ويعني يأتون إلى مصر بأمن وأمان كما جاءت العائلة المقدسة بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي بشكرك شكرا جزيلا نورتنا في بيت للكل الله يخليك يا فعندما أنا اتشرفت بحضرتك وبالبرنامج وتنورت بيك وكلكم وكل السنة والشعب المصري كله طيبوا بخير وانت طيبوا بخير